تبدي الميليشيا الموافقة على التهديئة والدخول في المشاورات السياسية وفي الوقت ذاته تواصل إطلاق الصواريخ الباريسية والمغذوفات على المناطق المحررة أبرزها مأرب التي لا تبارث الصواريخ سماءها المفارقة هنا تعني التناقض بين ما تقوله الميليشيا وما تفعله لكن المتتبع لتاريخ الجماعة الانقلابية ومسارات تحركها يدرك أن التناقض هو منهجها في التعامل وأن المسار السياسي دوما ما تتخذ منه غطاء لكسب الوقت والتغطية على تحركاتها العسكرية الغريب في الأمر هو موقف الأطراف سواء اليمنية أم الدولية التي لا زالت تعول على مراوغات الميليشيا رغم الخيبات المتلاحقة فلماذا تصمت تلك الأطراف على هذه الممارسات أليس في استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية حجة على تدليس هذه الجماعة واستخدامها المسار السياسي غطاء للعمل العسكري ثم أن للسلام أن يتحقق أمام القناعات المعادية له والتي تفرض كل يوم مزيد من التعقيدات والتحديات وإي سلام ذلك الذي يترافق مع الإبقاء على ترسانة الميليشيا الحربية سيقول أحدهم أن قولا مثل هذا فيه سبق للأحداث وما يمكن أن تخرج به المفاوضات القادمة أما الواقع فيقول إن مسألة تخلي الميليشيا عن نقطة قوتها وجنوحها للسلام ليست سوى أضغاف أحلام